موسيقى بتنافس السلادي الفنانة مريهان حسين في أكتر من مسلسل المسلسل الأول هو المسلسل المغني مع الفنان محمد مونير والتاني مسلسل الكيف مع الفنان أحمد رزق وباسم صمرة أما المسلسل الثالث مع الفنانة غاد عبد الرازق وهو مسلسل الخانكة وبتجسد مريهان حسين من خلال مسلسل الخانكة دور مزيعة شخصيتها قوية جدا وفي نفس الوقت وصولية وبتيجي على أي شخص عشان مصالحها الشخصية وأثار دور مريهان حسين في مسلسل الكيف جدل كبير على صفحات السوشل ميديا والكل شبهها بالإعلامية ريهان سعيد وفي نفس الوقت التزمت ريهان سعيد الصمت لكن قررت الفنانة مريهان حسين أنها ترد على الموضوع من خلال إنستجرام وكتبت شخصية نور اللي أنا بعملها في مسلسل الخانكة هي نموذج لشخصيات موجودة في الواقع ممكن تزلم بكلمة أو تنتصر لطرف على حساب الآخر بدون حيادية أو عدل أو تشارك في اضطهاد شخص بريء عشان مصلحة شخصية وقالت مريهان كمان الدور ملوش أي علاقة بالإعلامية ريهان سعيد أنا بتكلم عن الظلم وأنا واحدة اتعرضت للظلم في حياتي واستحالة أظلم حد مسلسل الخانكة بتولد غادة عبد الرازق وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وانتصار ومن إخراج محمد جمعة وبتقوم غادة عبد الرازق بدور مدرسة ألعاب بتتعرض لمحاولة اختصاب من طالب عندها لكنها بتدافع عن نفسها وبتتحول من واحدة مجنية عليها للعكس